العيد الأم أو لإعلاقتك بأولادك أنت أم وليك ماما عظيمة فعندنا زوايا مختلفة للحوار ولكن نبدأ أولا من المناخ وقبل ما أدخل من المناخ والبيئة عايز أقول لحضرتك مع القرات الاقتصادية دي أنت وزارة تحولت من مجرد وزارة بتاعة رياح وتغيرات بيئية إلى وزارة معنية بالاقتصاد لها تأثير تؤثر وتتأثر بالاقتصاد دي حقيقة فعلا نفسي سخيري الحقيقة في آخر 2018 بتوجيهات فخمة رئيس الجمهورية الطلب أن نطور القطاع البيئي والقطاع هنا ليس وزارة فقط القطاع بيضم المجتمع المدني القطاع الخاص المواطن وكان من هنا بدأنا تغيير لغة الحوار في هذا الملف بدءا من لجنة بيرقصها دولة رئيس الوزراء وفيها الوزراء المعنيين المالية والتخطيط والثقافة والسياحة لوزارة بتبتدي تتكلم على تكلفة التطهور البيئي بنتكلم على أرقام أكتر أزمة زي الصحابة السوداء إزاي هنحل المشكلة دي؟ حلينا المشكلة دي من خلال توفير وظائف للصغار المزارعين بدل ما يحرقوا أشر روز نزلنا عندنا لهم مكابس ومفارم تدوا يفرموا يجبسوا أشر روز يطلعوا أعلاف يطلعوا سماد بقى في شهرين ونص الدخل مليار ومتين مليون لمجرد مخلف زراعي من أشر روز فقط وحلينا الأزمة اللي كان المواطن بيحس بيها كل سنة في سبتمبر وأكتوبر ونص نوفمبر السحابة السوداء والخنقان اللي كانت بتيجي على غرار ده قيس كل حاجة شغالين فيها في البيئة الروز الحيوان ومخلفات زراعية في مبادرة حياة كريمة دلوقتي بتطلع غاز للسيدة في المنزل البيئة بتطلع فلوس بيئة بتطلع فلوس فقلبنا المنظومة من مجرد ملف بنتكلم معي على أنه ضربا من الرفاهية إلى ملف يبقى بيسمع وبيوفر فرص عمل وبيرتبط ارتباط وصيق بالاقتصاد وده اللي الدول كلها الحقيقة نجحتوا في تنفيذ قد ايه من ده على مستوى مصر؟ نفذنا ما يقرب من 40 أو 45% في سنتين من المنظومة بتاعتنا سواء في الجزء الخاص بالمخلفات أو إعادة استخدام أمثلة لهذا الشأن للحفاظ على المحميات الطبيعية وتطوير المحميات الطبيعية وإدراج المفهوم بتاع السياحة البيئية ويمكن اللي أهم من ده أن عشان وزارة البيئة هي وزارة بتتعارض في عملها ووزفتها الرئيسية دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية نجد أن فيه أمثلة عملت نكحة زي لما وزارة المالية أعلنت السندات الخضراء ومجموعة من المشروعات في القطاع بتاع البيئة ووزارة التخطيط حطت معايير الاستدامة البيئية الحقيقة هو ده النجاح الحقيقي لملاسة البيئة سمحينا سيادة الوزيرة معلش هاخدها خطو خطو عشان نستفهم معنا احنا 45% من المشروعات المقررة الموضوعة وفق خطة زمنية معينة تم تنفيذها حتى الآن اللي حطتها وزارة البيئة علشان تبتدي تحلي بيها المشكلات اللي كنا بنواجهها ولا 45% 45% لغاية 20-30 مش من النسبة دي لكن احنا نسبة تحقيقنا لو هديكي مثال هي تعدت المية في المية يعني ايه؟ يعني احنا في كل سنة بنحط أرقام لخفض النسب تلوث الهواء بالنسبة للضوضاء المياه وما إلى آخر فاحنا كنا مفروض نصل لخفض نسبة نوع معين من الملوسات 5% في 2020 احنا في 2020 وصلنا لـ 25% يعني حققنا التارجة اللي عايزين والهدف بزيادة بزيادة كانت تكون تصل لخمس أضعاف بالزبط طب السؤال حضرتك قلت هي احنا بدل ما كنا نخلي الناس تحرق أش الرز فبالتالي يبقى عندنا سحابة سودة لقد دينا لهم ماكينات فبدأوا يستفيدوا بيها ويطلعوا كمان عائل التكلفة خلينا نقول نتيجة النهائية والربح اللي حققوا المزارعين وحققته المشاريع دي غطت التكلفة اللي انتو صرفتوها علشان تدوا للناس الماكينات الخاصة بضغط أش الرز أو المفارم أو غيرها أقول لك ليه غطت يعني الدولة ما تحملتش حاجة كميزانية الأول الدولة تحملت انتاج التكنولوجيا اللي هي المفارم والمكابس دي وكانت في أول سنة عشان نمنع الناس انها تحرق كنا بنديهم خمسين جنيه للطن يعني انت لو فرمت أو كبست طن هناخده منك بخمسين جنيه تاني سنة ما كناش محتاجين ان احنا نعمل مكابس تانية أو مفارم وشلنا الدعم ده لان المنظومة بقت اقتصادية ومربحة فبقى نفس المزارع اللي بيفتح في البحيرة بيفتح في كفر الشيخ وبيفتح في محافظات تانية عشان بقى عنده أكتر بالمنفذ وبقى بيكسب فلوس أكتر بالظبط وما بيخسرش وما بيخسرش وكمان على فكرة الأعلاف بيخزنها وقت الشتاء عشان دي بتستخدم كمال للمعدة بتاعت الحيوان فسعرها بيعلى عندنا في نوفمبر الجاي حاجة سمهم جدا وهو استضافة مؤتمر الأطراف ال74 في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ حقاني احنا فين دلوقتي أهمية ده المواطن اللي بتفرج بيقول يعني احنا هنعمل إيه لما يجيلي متر رئيس دولة ويبقى عندي 3000 وفود وخلافه مصر هتستفيد إيه وإحنا وصلنا الفين في الاستعداد أولا المؤتمر ده على مستوى اتفاقيات البيئية وحتى على مستوى العالم هو بقى أقوى المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف لأن الأزمة بتاعة التغاية من احنا منعيشها كل يوم النهاردة احنا مفروض بنحتفل ببداية الربيع نعم ده وبرت صحيح صحيح ده دليل كويس جدا على اللي احنا فيه على التغيرات المناخية اللي حصلة في العالم وما بقيتش بتفرق الحقيقة يا أستاذ خيري بابيل دولة متقدمة ودولة نمية ده احنا دول متقدمة هي اللي عامل لنا أأزمات لا هي اللي عامل لنا بس أنا قصدي أن المعاناة ما بقيتش منحصرة على حتة معينة دي الحاجة التانية الاستفادة بتاعة الدولة المصرية لاستضافة هذا المؤتمر لايص فقط في الجزء التفاودي ولا الدول المتقدمة هتفي بتعهداتها احنا هنا زي ما سيادة الرئيس كان دايما بيقول لنا من قبل حتى ما نروح جلاسجو واحنا بنقدم هذا الملف احنا عايزين نوري الجمهورية الجديدة احنا عايزين نوري مصر نوري مشروعاتنا احنا لما روحنا انجلترا عرضنا 30 مشروع قومي برغم ان انبعاثات مصر 0.6% يعني يقل من 1% ولكن قلنا احنا بنعمل مشروعات قد ايه القطار القهربائي التاقة الجديدة المتجددة اعادة استخدام المياه تحليل مياه البحر مشروعات كثيرة جدا بنعملها بتمويل من الحكومة المصرية ومن مصر تمويل ذاتي عشان نقدر ان احنا واحد نعمل تنمية لبلدنا اتنين يبقى ده طريق للتصدي لتغير المناخ ثلاثا نوفر فرص عمل لان كل معجلة التنمية بتشتغل كل ما الوظائف بتبقى موجودة الناس بتلاقي مصدر جديد فاللي احنا بنتكلم فيه استضافة مصر لهذا المؤتمر واحد نوري مصر عاملة ازاي المشروعات اتنين سياحيا انت شرم الشريخ بتحولها دلوقتي لمدينة خضراء هي تاني مدينة مش كده هي تاني مدينة اول مدينة ايه الوادي الجديد الوادي الجديد الوادي الجديد هي اول مدينة فشرم الشريخ التحول اللي بيحصل في قطاع السياحة انه دلوقتي الفنادق بتغير الاسقف بتاعتها تبقى طاقة جديدة ومتجددة فكرة المنظومة الجديدة للمخلفات توصيل قاعة المؤتمرات بطاقة جديدة ومتجددة مراكز الغصف والشهادات العربيات العربيات والنقل القهربائي كل ده بيدي فرصة برضو ان احنا نوري شرم بطريقة مختلفة جزء الثالث واللي اهم بقى كمية احنا منخلص دلوقتي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ اللي فيها حزمة من المشروعات مصر دولة عايزة تنمو ومصر دولة لم تتسبب في الانبعاثات ولكن لديها طموح وهذا الطموح مرتبط بمشاركة شركاء التنمية في المشروعات الجديدة اللي احنا عايزين نكملها في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الكهرباء في شغل وزارة الراي اجراءات الحماية اللي بتعملها على ديل تنين وشواطئ اسكندرية والسحل الشمال الغربي كل ده حطناه في حزمة مشروعات لإطلاق العنان للتعاون مع الشركاء التنمية اخر حاجة الاجانب الخارج واخر حاجة حزمة الحوافظ الاقتصادية الخضراء اللي الحكومة طلعتها من أسبوعين لأول حزمة من المشروعات الخضراء لمصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة النقل الكهربائي بدائل الأكياس البلاستيكية عشان نشجع القطاع الخاص انه يجي يعمل استثمارات في مصر ومن هنا بقت فرصا